على هذه الاطلالة الجميلة رح نبدأ عرضاً لهذا اليوم دوبلكس في منطقة بوستيبا ذات تراز كبير واطلالة خيالي خلوكم معنا الأرض عبارة عن دوبلكس في مجمع سكني في منطقة بوستيبا المجمع عبارة عن أربع أبراج سكنية موجودة الخدمات فيها من جلسات عائلية مسطحات خاضرة بالإضافة إلى ممشا وعندنا أجهزة رياضية مرافقة للخدمات وما ننسى أيضاً من الخدمات الموجودة في المجمع كاميرات مراقبة بالإضافة إلى سيكورتي نظام 24 ساعة على مدار الأسبوع وموقف للسيارات أمام البنايات هذه الخدمات الداخلية الخدمات الخارجية سوبر ماركت موجود بالقرب من المجمع ميدان بوستيبا أيضاً بالقرب من المجمع بالإضافة إلى الجامع والخدمات الأخرى من مطاعم وكافيهات القريبة من الموقع تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الدوبليكس على أرض الواقع مساحتها وطلالتها خلوكم معنا وطلالتها خلوكم مع بعض نشوف تفاصيل الدوبليكس الدوبليكس هذا مساحته 400 متن ربا الدورين مدخل الدوبليكس الدور اللي تحت من هنا يمين أن عندنا دواليب خاصة بالأحذية والعبيات نوعية جيدة وخشب طبيعي يثاراً عندنا الدرجة المؤدية للدور اللي فوق وتحتها فيه عندنا هنا باب للمغزن تحت الدرجة يثاراً توزيع الغرف للدور الأول مقابلنا المطبخ نتوجه إلى الصالة حاطين هنا باب سحاب للدخولية للصالة اطلالة الصالة رائعة ومساحة الصالة أيضاً ممتازة أقدر أقول 35 متر مربع الدوبليكس هذا معروض بالأثاث الأثاث ما نقدر نقول أنه أثاث فخم بس يعتبر جيد بالنسبة لهذا الدوبليكس عندنا طقم السفرة عندنا البوفي وطقم الكنب وعندنا تلفزيون هنا كمان واطلالة الصالة اطلالة رائعة جداً على الطبيعة يعني اطلالة الدوبليكس هذا نقدر نقول أنها اطلالة الطبيعة فقط وعندنا اطلالة جانبية للمجمع من الجهة الجانبية وما ننسى أيضاً أنه موجود التكيف أيضاً في الصالة ونشوف باقي الغرف أيضاً نشرح لكم يوم نوصل لها عندنا هنا مخرج لمنطقة المطبخ تعالوا مع بعض نشوف هذا المكان أول ما ندخل للمنطقة هذه عندنا المنطقة السفرة وعندنا المطبخ لو تلاحظوا المطبخ جاي على شكل الطقم الفرن وعندنا هنا الثلاجة الثلاجة صغيرة بس الدوليب حجمها كبير وجيد عندنا اطلالة المطبخ لو تلاحظوا اطلالة جاية من جهة البلكونة ومن الجهة الجانبية اطلالة الطبيعة أيضاً نتوجه إلى البلكونة البلكونة هذه بخرجها من المطبخ فقط حاطين فيه الطقم خيزران طقم سفرة والزجاج راكب زجاج رايح والاطلالة الرائعة هذه اطلالة البلكونة على الطبيعة الخلابة يعني اطلالة جداً رايعة اطلالة البلكونة نخرج نكمل تفاصيل باقي الشقة شرحت لكم المنطقة التي كنت فيها قبل شوية منطقة المطبخ منطقة السفرة تعالوا نشوف تفاصيل باقي الشقة المخرج أو المدخل الرئيسي للمطبخ من هذا الجهة كنا دخلنا مدخل الشقة من هنا وشرحنا للصالة تفاصيل الشقة تعالوا نشوفها مع بعض الدرجة المؤدي للدولة اللي فوق من هنا نجي هنا يسارنا دورة المياه رقم واحد مقابلها عندنا غرفة الأولى مساحات الغرف جيدة لتلاحظوا جاي تقريبا أربعة في أربعة ونصف تقريبا مساحة كبيرة وممتازة نحطين في سرير فردي مع دولاب درفتين وتصليحة صغيرة يسارنا هنا عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة لهذا الدور عندنا دولاب والمروش والكلوزيت مع المغسلة مقابلها عندنا غرفة رقم اثنين الغرفة الثانية هذي برضو مساحتها ممتازة يعني نقدر نقوم نسبيا زي المساحة اللي قبشوية مساحة غرفة الأولى حاطين في سرير فردي ودولاب وفيه أرض ظن رفوف خاصة بالكتب وفيه لا هنا بلكونة البلكونة هذي تابعة للغرفة هذي اطلالتها على الجهة الجانبية للمجمع نطلع من الغرفة الثانية نشوف الغرفة رقم ثلاثة لهذا الدور الغرفة الثالثة هذي نقدر نخليها مثلا غرفة الماستر بس هم حاطين هنا سريرين فردية مع كوميديناتها والدولاب مساحتها كبيرة أقدر أقول أنه أربع ونص في خمسة تقريبا مساحة جيدة كغرفة ماستر نقدر نخليها كذا أعطيتكم تفاصيل عن الدور هذا تعالوا مع بعضنا نطلع نشوف الدور اللي فوق واشه اللي موجود فيه وصلنا جماعة الخير للدور الثاني للدبلكس الدبلكس ما شاء الله كبير ولو تراس واسع لو مخارج ثلاثة من الغرفة الأولى والثانية ومن الأمام تعالوا نشوف الغرفة اللي على اليسار ونشرح ومن ثم باقي الدور الثاني الغرفة هذه مساحة ما شاء الله تبارك الله لو تلاحظوا الغرف كلها في الدور اللي تحت والدور هذا كمان مساحة كبيرة يعني كمساحة نقدر نخليها غرفة أولاد أو زي ما نحب لها دورة مياه خاصة فيها الدورة المياه هذه لها مروش ومخسلة ولها مخرج للتراس نشرحه بعد أن نغلق من الغرفة الثانية طلعنا من الغرفة هذه يمينة هنا قبل ما نخش الدور الثاني المساحة نقدر نستغل لها بأي شيء نقدر نحط مثلا ديكورات لنحورية الاختيار في تصميم الديكور الدورة المياه هذه يخدم الدور هذا ككل حاطين فيه غسالة ومخسلة والمروش موجود أيضا مع الكلوزيت مساحة دورة المياه مساحة جيدة تعالوا نتوجه إلى الغرفة الثانية فالدور هذا زي ما قلت لكم موجود غرفتين غرفة لها دورة مياه خاصة فيها والغرفة الكبيرة هذه دورة المياه اللي كنا فيها قم شوية حاطين فيه سرير مزدوج مع الدولاب وعندنا هنا حاطين طاولة مع كراسيها يعني مرتبينها وحتى أجهزة تكيف موجودة تعالوا نتوجه إلى أهم مكان التراس اللي شرحتوا في بداية ما كنا الدور الثاني نطلع مع بعض للتراس هذا التراس اللي شرحت لكم قبل شوية الشي المميز في هذا الدوبليكس تلاحظوا مساحة التراس ككل على الدوبليس كامل المخرجة اللي قلت لكم سابقا من الغرفة رقم واحد في هذا الجهة مساحة التراس ما شاء الله تبارك الله كبيرة ولها إطلالة على البحر من هذا الجهة يعني نقدر نستغل التراس هذا بجلسة حلوة نقدر نسكرها مثلا بالزجاج مثلا شرايح زي ما مسوينا الجيران ونحط منطقة خاصة للباربيكيو وتكون إطلالة البحر موجودة وإطلالة الطبيعة أيضا موجودة أيضا المساحة هذه كمان نقدر نستغلها بأي شيء يعني مساحة 400 متر مشهينة كمساحة دوبليكس في منطقة بوستيبة منطقة حيوية جدا وراقية ومكتظة بالسكان تعالوا نشوف المكان الجانبي اللي هو الإطلالة الخيالية إطلالة الطبيعة يعني إطلالة البحر كانت جزئية من هذا الجهة أما إطلالة الطبيعة لو تلاحظوا إطلالة كاملة من هنا إطلالة ولا أروعة استمتعوا بهذا الإطلالة الرائعة كذا أعطتكم تفاصيل كاملة عن الدوبليكس هذا أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى وإعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل والسعار تجدون في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا بتعباد آخر الفيديو أعطينا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية والسلام عليكم ونحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة